هنبدأ فوراً بسؤال نرمين سامي نرمين سامي بتقول ابني عنده سنتين وثلاث شهور ومش عايز يقعد خالص هو كده لسه صغير طيب هل سنتين وثلاث شهور عمر بدري لبداية التدريب؟ إيه الإجابة؟ لأ احنا قلنا الموضوع بيبدأ مثل السنتين طيب هل بداية التدريب في عمر بعد كده؟ يعني بعد ثلاث شهور مثلاً أو حتى أربع شهور يعني بعد ثلاث شهور أو أربعة أو خمسة يعني لما الطفل يبقى عنده سنتين وستة وشهور سنتين وسبعة سنتين وثمانية هل ده توقيت أو عمر متأخر على بداية التدريب؟ الإجابة برضو لا طب معنى كده إيه؟ معنى كده إننا وإن حضرتك تحديداً يا أستاذة نرمين لازم تبزيلي مجهود أكبر في إن طفلك يتشجع ويبدأ يقعد على البوتي أو على قاعدة التوالت القاصة بالأطفال اللي بتتحط على التوالت تمام؟ يعني لازم تبزيليه مجهود مش ضغط لازم تبزيليه مجهود لتشجيعه إنتي عندك شكوك ما إنه لسه صغير لا هو مش صغير بس أنا بطمنك إن إنتي معاكي مساحة من الوقت فإنتي تشجعيه كده وتحفزيه بطريقة إيه؟ تدريجيه وأكبر محفز يشجع طفلك على الخطوة دي هو حماسك إنتي الشخصي في اتجاه الخطوة دي حماسك إنتي تحديداً كأم قبل ما أقول الأب يا استخدمي كل طرق الإقناع الحلوة حولي مراحل تعليم المهارة دي لأوقات فيها هزار وخلوا دمها خفيف يعني لما بقول هزار ونبقى الموضوع دمه خفيف ده مش صدقوني دي مش مبلغة مني ولا أن أنا في كوكب آخر ولا أن أنا في عايش في عالم وازي ولا الكلام ده خالص أنا بقول لكم النهاء وبقول لكم الطريقة بقول لكم الدنيا هتمشي إزاي أسهل وأسلس وهتحصلوا على نتائج إيجابية إزاي اللي بياخدوا الموضوع بطريقة فيها تنشن وعصبية والحاجات دي كلها ما بيحصلوش على نتائج بيتوتروا بيوتروا لدهم والمسألة كلها بتبقى دمات قيل وبيبقى الوقت بتاع تعليم المهارة ده ماهو ده وقت مستقطع من اليوم وفي البدايات هتلاقوا أن الوقت ده وقت طويل من اليوم يعني هتعودوا كده تعملوا أداء متكرر في نفس اليوم فعشان كده كنا بننصح دايما بالصبر وبالسعة الصدر والكلام ده كله فأنا بقول لكم حولوا الموضوع لحاجة دماخة فيه في الهزار يعني اللي هو يلا نقعد على التويلت لا مش عايزة مش عارف إيه تروح ميشايلة وعمل لعبة وتزغزغي هتقعدوا عنك ونجري ونروح هتلاقوا بيدحك ومش عارف إيه وهتخديق المهم من إيه نوصل للهدف إن إحنا نقعدوا على التويلت فهمين قصدي؟ يلا نقلع هدومنا عشان نقعد على البوتي أو نقعد على التويلت؟ لأ مش عارف إيه حولي الموضوع إنتي كأنك لعبة إنك بتعمل إيه أنا هاخد الهدوم دي أنا همش أنتوا فهمين قصدي حولوا الموضوع لهزار الموضوع الجدي قوي ده والمهم قوي ده لما بيتحول لهزار لما بنفكه كده وبنحلحله بهزار وحاجات دماخة خفيف وكده الطفل بيتعاون معانا وبيحس إن دي حاجة خلاص هتحصل هتحصل وجي وقتها وهتعلمها بس إيه المانع إن إحنا نعلمها للأطفال وإحنا مبسوطين والأطفال مبسوطين ما بقولش إن ده يحصل طول الوقت بس على الأقل جربوا إن الموضوع ده يحصل كتير هتلاقوا نتائج حلوة هتلاقوا نتائج حلوة وهتلاقوا حاجات حلوة يعني لما يقعد بقى كده ويجي الأب بقى كمان عايز يتابع ومش عارف إيه وبتاع فيعمل إن هو بيبص عليه من بعيد ويستخبى وبتاع فهتلاقوا الطفل مجغول بالموضوع ده هتحول الأمر بالنسبة للطفل إلى إنه الفترة دي فترة لطيفة الفترة دي فترة حلوة ماما بتهزر معايا وبابا بيهزر معايا وبيلعبوا معايا وبيدمهم خفيف وبيدحكوني وكده فهيبتدي هو يبدي مرونة ويبدي تجاوب مش عشان بنعلمه مهارة تقيلة وصعبة ومهمة فلازم يبقى إحنا دمنا تقيل وجدين قوي لا إحنا جدين بس حنينين إحنا مركزين قوي بس بنهزر مع الطفل عشان هو المواضيع بتمشي كده مع الأطفال فهمتوا قصدي ابتدي قعدي وهو لابس هدومه في الأول كلميه عن النظافة إزاي إن ده الموضوع ده بيخلي الواحد نظيف وإن الواحد لما يعمل كده يا سلام هيبقى نظيف وهيبقى الناس كلها كده حسن نظيف ويقوله الولد النظيف ده أو البنت النظيفة دي وهكذا كلميه عن إنه هيبقى من الكبار اللازم يعمله كده خلاص وأول ما تبتدي تحسي إنه هو قاعد على البوتي أو التوالت برضى خلاص بقى بتدي يقعد برضى مش بيعصلك ولا بيزمزق ولا الكلام ده جربي إنك تخليه يقعد من غير حفاظة أنا بقولك بقى التعليمات هم الأول خالص خلاص جربي بقى إنك تقلعي الحفاظة وتقعديه وزي ما لسه قايل خلوا الأعادة يعني فيه بهجة وفيه فرحة وفيه مش لازم الطفل يبقى سعيد وهو قاعد بس على الأقل يبقى مرتاح خلوا الموضوع ده جزء من روتين يومه زي ما قلتلكم في الحلقة اللي فاتت خلاص ولما تحسي إنه تحسي يعني إنه الطفل قابل يعني متقبل يعني ومرتاح ابتدي غيري الحفاظة وهو قاعد على البوتي أنا بقولكو المرحلة اللي هي إيه ما قبل التدريب كمان انت فاهمة قصدي يعني إزاي بقى المواضيع دي بتفرق جدا يا جماعة خلاص يعني قاعديه على البوتي بالحفاظة أو على التوالت وابتدى بقى يقبله ابتدي غيريه للحفاظة وهو قاعد على التوالت خلاص طيب لو عامل براز مثلا في الحفاظة خلاص فرغي محتوى الحفاظة من الستول ده أو البراز ده في البوتي أو التوالت عشان يفهم ويعرف إنه هو ده الهدف الرئيسي من كل اللي بيحصل فهمتوا قصدي يعني يا رب أكون بس إيه يعني اديتك بعض النصايح كده المفيدة لعمليه جربوها بس اسمعوا كلامي لأن الموضوع ده لو خدتوه على أعصابكو أنتو الخسرانين هو كده كده الطفل هيتعلم في الوقت المحدد له فما تشدوش نفسكو وما تشدوش بعض يعني باتكلم هنا بقى عن الزوج والزوجة الأب والأم وما تشدوش الطفل ما تشدوش يعني ما توطرهوش يعني تمام كده؟ بيه بيه